الخارجية العراقية تتحدث عن نجاح المفاوضات مقابل ذلك نسمع من نابا سكرتير الصحفي الأمريكي سابرينا سينج تقول بأن عمل اللجنة لا يتضمن الانسحاب والأمر غير مطروح تماما إعلان الخارجية النجاح هل تعتقد أن النجاح قد أجل؟ النجاح يتقدم وهذا الوعد الذي وعد به سيد رئيس وزراء يتنفذ الآن على أرض الواقع وهذا المسار الخاص بينها مهام التحالف الدولي هو صلب عمل اللجنة العسكرية العليا للتفاوض ما بين جمهورية العراق وكذلك دول التحالف الدولي وهذا بالتالي الإطار الذي يشير إليه بيان وزارة الخارجية العراقية والذي يعمل بإشراف سيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني وكذلك بالمقابل مكتب رئيس وزراء وكذلك بالمقابل مشاركة القوات العراقية الأمنية من خلال قيادة العمليات المشتركة ومن خلال وزارة الدفاع والأجهزة الاستخبارية في هذا الحوار عبر ممثليهم الذين سيعملون في قضايا المهام الأمنية وكذلك المهام الفنية في تقييم خطورة التنظيم الإرهابي داعش وكذلك بالمقابل آثار على بيئة العمليات التشغيلية وكذلك بالمقابل وضع الجدول الزمني الخاص بعملية إنهاء مهام التحالف الدولي وبالتالي الحديث الذي قد يصدر خارج هذا السياق حقيقة يصدر في تطور المعلومات التي لدى المؤسسات الخاصة بالحكومة الأمريكية وهذا ما لاحظنا حقيقة بأن وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك وزير الدفاع الأمريكي أشار بصورة واضحة إلى أن الحوار قد انطلق وهذا الحوار قد توقف بسبب أزمة غزة وكان هناك عمل من قبل الحكومة العراقية والوفد العراقي الذي زار الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة سيد وزير الدفاع العراقي وكذلك جاء ردا حقيقة على زيارة وزير الدفاع الأمريكي الذي التقى بسيد رئيس الوزراء الاستاذ محمد شاع السوداني قبل أشهر وبالتالي البيان المشترك الذي صدر في ثماني أب من عام 2023 أشار بصورة واضحة جدا إلى أن جهود المشتركة تعمل لإنهام أهام التحالف الدولي والعودة إلى العلاقات الثنائية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وأكد سيد رئيس وزراء أننا ماضون كذلك مع كل دول التحالف الدولي في عقد اتفاقيات ثنائية لعودة علاقات طبيعية بين العراق وكذلك هذه الدول التي شاركتنا في الحرب على التنظيم الإرهابي داعش وبالتالي هذا هو المسار الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة العراقية من إنهامها من التحالف الدولي التي تأجلت إنهامها منذ عام 2017 وهذا بالتالي هو جزء أساسي من استراتيجية الحكومة العراقية في إدارة السيادة الوطنية بصورة تامة وإدارة القرار الوطني بصورة فعالة وكذلك النظر للمصالح الوطنية العراقية يتحدث وزير الدفاع على ميركي لويد دوستين عن أن هذه اللجنة ستمكن الولايات المتحدة والعراق من الانتقال إلى علاقة أمنية مستدامة طبيعة هذه العلاقة الأمنية المستدامة هذه نقطة مهمة وهذا بالتالي ما يفسر العمل الاستراتيجي للدولة العراقية في إطار العودة لاستثمار اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعها البرلمان العراقي وكذلك أشرف على إجلاء في ذلك الوقت حقيقة ما بين 2009 إلى 2011 القوات الأمريكية التي عملت في العراق سابقا وهذا بالتالي ما ينهي كذلك بالمقابل مسارا مرة على العراق على مدى عشرة سنوات وهو بالتالي ما يسعى له السيد رئيس وزراء السادة محمد الشيح السوداني في الوصول إلى لحظة العلاقات العراقية الأمريكية والعراقية مع دول التحالف الدولي إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل وهي العلاقات الطبيعية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي ولجانها الستة ومقاصدها الاستراتيجية في خدمة الدولة العراقية ليس فقط في قطاع الأمن وإنما في الاقتصاد والتعليم والصحة والتغيير المناخي وكذلك بالمقابل مواجهة الأوبئة وهو ما حصل في وقت كورونا وكذلك بالمقابل التعاون في مجال التكنولوجيا ومواجهة التهديدات التي تهدد الأمن العالمي وفي مقدمته الإرهاب وتجارة المخدرات وغيرها حقيقة من التحديات الأخرى وبالتالي هذه العلاقة التي الآن يعمل عليها السيد رئيس وزراء وإدارتها وفق المصالح الوطنية العراقية وفقا للمنهاج الحكومي الذي عمل السيد رئيس الوزراء على تنفيذ الوعود الأساسية